مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم رواية مغامرات هاكلبيري فين التي ألفها الروائي الأمريكي الشهير مارك توين ونشرها عام 1884 تبدأ مغامرات هاكلبيري فين بتعريفنا بأحداث الرواية التي سبقتها أي مغامرات توم سوير تدور أحداث الروايتين في مدينة سانت بيترسبورغ بولاية ميزوري التي تقع على ضفاف نهر الميسيسيبي في نهاية رواية توم سوير عثر هاكلبيري فين الصبي الفقير ذو الأب المخمور وصديقه توم سوير على مخزون من الذهب وبسبب تلك المغامرة حصل هاكل على قدر كبير من المال احتفظ به البنك له وتم تبني هاك من قبل الأرملة داغلس مع بداية رواية هاكلبيري فين لم يكن هاك سعيدا جدا بحياته الجديدة المتمثلة في النظافة والأخلاق والكنيسة والمدرسة ومع ذلك فقد تمسك بها بناء على وصية توم سوير الذي أخبره أنه من أجل المشاركة في عصابة اللصوص الجديدة لتوم يجب أن يظل هاك محترما كان كل شيء على ما يرام إلى أن ظهر والد هاك المخمور باب في المدينة وطالب بأموال هاك حاول القاضي المحلي القاضي تاتشر والأرملة الحصول على الوصاية القانونية لهاك لكن كان هناك قاضي جديد آخر حسن النية في المدينة يؤمن بحقوق والد هاك الطبيعية بل إنه أخذ العجوز المخمور إلى منزله في محاولة لإصلاحه فشل هذا الجهد فشلا ذريعا وسرعان ما عاد باب إلى أسلوب عيشه القديم تجول في المدينة أشهر عديدة وهو يضايق ابنه الذي تعلم في هذه الأثناء القراءة والتسامح مع محاولة الأرملة لتحسينه أخيرا ولغضبه عندما حذرته الأرملة دوغلس من الاقتراب من منزلها خطف باب هاك واحتجزه في كوخ بالضفة الأخرى من سانت بيترسبورغ عندما كان باب يخرج كان يغلق الباب على هاك في المقصورة وعندما كان يعود في حالة السكر كان يضرب الصبي بعد أن سئم من حبسه وخوفا من تفاقم الضرب هرب هاك من باب بالتظاهر بأنه قد قتل فقد سفك دم خنزير ونشره في جميع أنحاء المقصورة مختبئا في جزيرة جاكسون وسط نهر الميسيسيبي شاهد هاك سكان البلدة وهم يبحثون في النهر عن جثته بعد بضعة أيام على الجزيرة قابل جيم أحد عبيد الآنسة واتسون هرب جيم من الآنسة واتسون بعد سماع حديثها عن بيعه لملاك جدد فتوقع أنه سيعامل بشكل فضيع ويفصل عن زوجته وأطفاله تعاون هاك وجيم على الرغم من عدم يقين هاك بشأن شرعية أو أخلاقية مساعدة العبد الهارب أثناء التخييم في الجزيرة تسببت عاصفة كبيرة في فيضان نهر الميسيسيبي شاهد هاك وجيم طوافة خشبية ومنزلا يطفوان بالقرب من الجزيرة استوليا على الطوافة ونهب المنزل فوجد فيه جثة رجل أصيب برصاصة ورفضت جيم السماح لهاك برؤية وجه الرجل الميت على الرغم من طيب المقام بالجزيرة اضطر هاك وجيم إلى المغادرة بعد أن علم هاك من امرأة على الشاطئ أن زوجها رأى الدخان يتصاعد من الجزيرة مما جعله يعتقد أن جيم يختبئ هناك علم هاك أيضا أنه تم عرض مكافأة على من يقبض على جيم بدأ هاك وجيم رحلتهما على الطوافة وعزم على تركها عندما صب نهر أوهايو والمضي قدما عبر هذا النهر بواسطة باخرة إلى الولايات الحرة حيث يمنع للتجار بالبشر بعد أيام عدة عبر سانت لويس وتواجه مع عصابة من اللصوص على متن باخرة محطمة لكنهما تمكن من الفرار بما نهبه اللصوص خلال ليلة ذات ضباب كثيف أضاع هاك وجيم مصبأهايو وقابل مجموعة من الرجال يبحثون عن العبيد الهاربين عانى هاك من أزمة أخلاقية قصيرة حين أخفى الممتلكات المسروقة لكنه كذب بعد ذلك على الرجال وأخبرهم أن والده يعاني من مرض الجدري لخوفهم من المرض دفع الرجال المال لهاك وابتعدوا عنه بسرعة غير قادرين على الرجوع إلى مصب نهر أوهايو واصل هاك وجيم النزول إلى أسفل النهر وفي الليلة التالية ارتطم زورق بخاري بطوافتهما فانفصل هاك عن جيم وجد هاك نفسه في منزل عائلة جرينشفورد اللطيفة وهي عائلة من الأرستقراطيين الجنوبيين تخوض نزاعا مريرا وسخيفا مع عشيرة مجاورة تسمى شيفردسون أدى هروب ابنة جرينشفورد مع ابن من عائلة شيفردسون إلى معركة بالأسلحة النارية قتل فيها العديد من العائلتين وبينما كان هاك في خضم ذلك الخلاف ظهر جيم مع الطوافة التي أصلحها أسرع هاك إلى مخبأ جيم وأقلع في النهر مرة أخرى بعد أيام قليلة أنقذ هاك وجيم رجلين يلاحقهما قطاع طرق مسلحون الرجلان اللذان يبدو أنهما محتالان يدعيان أنهما دوق إنجليزي نازح ووريث العرش الفرنسي المفقود منذ زمن طويل أو الضفان غير قادرين على طردهما واصل هاك مع جيم السيرة برفقة الرجلين نفذ الدوق والضفان العديد من عمليات الاحتيال في البلدات الصغيرة الواقعة على طول النهر في إحدى البلدات سمع قصة رجل يدعى بيتر ويلكس توفي مؤخرا وترك الكثير من ميراثه لشقيقيه اللذين من المفترض أن يصل من إنجليترا في أي يوم دخلت دوق والضوفان البلدة متظاهرين بأنهما أخوى ويلكس رحبت بنات أخت ويلكس الثلاث بالرجلين المحتالين وسرعان ما شرع القوم في تصفية التاركة شك عدد قليل من سكان البلدة في الأمر ولكن هاك الذي كان معجبا بأخوات ويلكس قرر إحباط عملية الاحتيال سرق ذهب بيتر ويلكس الميت من الدوق والدوفان لكنه اضطر إلى إخفائه في نعش ويلكس ثم كشف هاك عن كل شيء لأخت ويلكس الكبرى ميري جين خطة هاك لفضح الدوق والدوفان كانت على وشك أن تنجح عندما وصل أخوى ويلكس الحقيقيين من إنجليترا أمسك سكان البلدة الغاضبون الأخوين الحقيقيين والمحتالين معا لكن الدوق والدوفان هربا مغتنمين حالة الارتباك في البلدة لحسن حظ الأخوين تم العثور على الذهب ولكن لسوء حظ هاك وجيم عاد الدوق والدوفان إلى الطوافة بينما كان هاك وجيم على وشك المغادرة بعد عدد قليل من عمليات الاحتيال الصغيرة ارتكب الدوق والدوفان أسوأ جريمة لهما حتى الآن فقد باع جيم لمزارع محلي وأخبره أن جيم هارب وأن هناك مكافأة كبيرة لمن يقبض عليه اكتشف هاك مكان احتجاز جيم وقرر إطلاق صراحه في المنزل حيث كان جيم سجينا تحيي امرأة هاك بحماس وتناديه توم اكتشف هاك بسرعة أن الشخصين الذين يحتجزان جيم ليس سوى عمة توم سوير وعمه سيلس وسالي فيليبس أخطأ الزوجان فيليبس باعتباري أن هاك هو توم الذي كان من المقرر أن يصل في زيارة لهما ولم يصحح هاك خطأهما اعترض هاك توم بين منزل فيليبس ورصيف القوارب البخارية فتظاهر توم بأنه شقيقه الأصغر سيد وضع توم خطة لتحرير جيم مضيفا كل أنواع العوائق غير الضرورية على الرغم من أن جيم لم يكن مطمئنا كان هاك متأكدا أن خطة توم ستقتلهم جميعا لكنه تقبلها بعد تحضير طويل لطائل من ورائه والذي نهب خلاله الولدان منزل فيليبس وجعل العمة سالي بائسة وضع الخطة موضع التنفيذ أطلق صراح جيم لكن مطاردا أطلق النار على توم في ساقه أجبر هاك على الاستعانة بطبيب وضح جيم بحريته لكي يمرض توم ثم لإرجاعهم جميعا إلى منزل فيليبس حيث انتهى المطاف بجيم مقيدا بالسلاسل عندما استيقظ توم في صباح اليوم التالي اكتشف أن جيم كان في الواقع رجلا حرا طوال الوقت كما ماتت الأنيسة واتسون التي وضعت شرطا في وصيتها لتحرير جيم قبل شهرين كان توم قد خطط لفكرة الهروب بأكملها كلعبة وكان ينوي أن يدفع لجيم مقابل كل ما سيتحمله ثم ظهرت بولي عمة توم وتعرفت على توم وسيد على أنهما هاك وتوم أخبر جيم هاك الذي كان يخشى على مستقبله إذا ظهر والده مرة أخرى أخبره أن الجثة التي عثر عليها في المنزل العائم قبالة جزيرة جاكسون كانت جثة أبيه باب ثم تدخلت العمة صالي وعرضت تبني هاك لكن هاك أعلن عن خطته للانطلاق نحو الغرب أتمنى أن يكون ملخص مغامرات هاك البيري فين قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله